خلونا نرجع نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو ألو أيوة أسامة أيوة أسامة إزايك إزايك يا أسامة الحمد لله تمام أنا نشأة كلمة من درمين والصباح ده أنا حظي حلو إن حادك معي على الهوى النهاردة يعني أنت أهم حاجة لازم أتفاقي إن أسماء حضرتك حسبت حد وثلاث ربنا نخليكي مرسي ما تحرمش منك طيب أتعرف بيكي لو مش عايزة تقولي الإسمة بلاش نقول أسماء أسماء طيب أسماء كم سنة آآ نقول أربعين أربعين سنة آآ متزوجة أسماء آآ مية تلات أولاد ربنا يخليهم لك متجاوزة عن حب ولا جواز تقليدي لا لا تقليدي طيب بالك أقديم متجاوزة نقول 15 سنة جميل حصل بقى مشاعر وحب في فترة دي ولا الموضوع فضل تقليدي كده على طول حاجة والله أسامة الحياة بتمشي بس يعني بتوقف أنا وقف عندي بصراحة الحياة وقف عندك ليه الحكاية حكيلي حاجات كتير مش مرتاحة ومش مرسوطة وعيش عشي أولادي وحاجات كتير ولا جوزة طب أحكيلي بس بالتفصيل كده واحدة واحدة وحنا ندردش مع بعض ونعرف الحكاية أولا أنا يعني شايفة يجبها لك إزاي أنا جوزت جوزت تقليدي وخلفت وفتها تطلق وطلقت المرتين ورجعت مش هيكل فاهم أصغير بس مبدئيا أنا مش مرتاحة معي بسبب أني مش هيكلنا كتير وهو عصبي واسمعشي يعني ما بيخدش ويدي معي طب أتعبك توطي الراديو شعراي عشان الصوت ما يخدش ويرد معنا كده وعرف أسمعك كويس أه أيوة إنتي مشكلتك معا إني هو مش مهتم مش مهتم بحاجات كتير أهم حاجة في حياته هي حياته هي بس اللي تمشي دماغه هي بس اللي في ادناه هو اللي يمشي يعني مهتم بشغله ومهتم بنفسه ولبسه وخلوقه لا 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 مش مهتم بلبسه ولا بنفسه ولا بل حاجات كتير المهتمة بشغله بس لكن المظهر دي حاجة اخر حاجة اه مش مهم عنده المظهر خالص يعني هي حياته كلها شغله بس بس انما اسرته وولاده بتاع مش موضوعه دلوقت مش حاجات مش موضوعين مش اولوياته عشان هو يمكن متطمن ان انت واخده بالك من كل الامور اه مش كله يبقى انا اه مش كله انا يا جدعين مش كله يبقى انا البيت والاكل والشرب والحياة لا مش كده مع كل الامات كده النهاردة الامات النهاردة مسؤولة عن البيت وعن الولاد انا كل فلوس رايحة على الحاجات اللي بيشتريها من عنانت والحاجات يعني كل حياته شرة يعني بيحب يشتريها جدا يعني اشتري الحاجات ولكنها مش هيسب تعملها مش مشكلة بس المهم بيشتريها يعني الموضوع ده مأثر على مصاريفه في البيت اه طبعا يعني بيسرف بكتير عندي حاجات بلهاش عدد وما بيبيحش الحاجات دي لأ وبيشيلها يعني بيشتري ايه من عنانت ما هو أصل اللي بيشتري من عنانت ده يشتري نظارة لا 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 حاجات كهربائية حاجات مفي عارفة ايه واجهزة خلطات سخنات بس أصل انت بيشتري سخنات وخلطات دي علشان لو البيت محتاج أنا عندي كتير عندي مكلة حاجة تلاتة طب ولا ما اتكلموا يقول انت ملكيش فيه أيوة طبعا تعم بيهم ايه لا مش مشكلة بس المركوني مركونيين في المخزن عنده مركونيين في المخزن عنده طب هو بيشتغل في العمل حر ولا بيشتغل موظف لا عمل حر عمل حر ما يمكن هيباحهم مش هيباحهم ها ما كلمه كلمتي يعني حقدم القريبة وجربي قابلني بيبقى مرك في البناء ده أيوة ما لا يكون بيجاهز عشان يتجوز أفرح والله أصح ما ليشتري في أجهزة كهربائية طب بيشتري ايه تاني غير أجهزة كهربائية كل حقيقة بتجزات أهم حاجة في حياته كده عندي كمية بتجزات أنا مش عارفة أقول لك قد إيه بتجزات أكيد بيكون دول وفي يوم من الأيام الأسعار هترتفع يقوم بيحهم مرة واحدة أسأل بقى والله العظيم أتمنى هو بيتاجر في الأدوات الكهربائية لا هو بيحب الأدوات الكهربائية أيه بس يعني أنت بتكلميني في حاجة ممكن ممكن أقول لك في شوائر يصرف 200 ألف جنيه على حاجات ما لهاش لازم آآ شويات الشويات دي كتيرة جدا عندي الشوائف 20 و 30 ألف ما بيستعملهمش ما لهمش لازم عندي هو ماركنين بس هو هويته اللي عجبت حاجة لازم يشتري طب يبيع بقى ويقسب عشان يشتري تاني أنا بقول لك أتمنى لا ومقدرش أقرب من حكة أنا بصراحة ما بجيش جنبيها يعني ما حكته في المغزن حكته مش عندك في البيت لا لا والله عندي 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 حاجات كتير أنا الباضي عن مخازن أنا مش عاوزها ما لهاش لازم عندي مهم أنا مركمش حاجة مش ما لهاش لازم عندي بس مؤثر بقى في دروس مدرسة كده حاجات يعني طيب قولي له تعالى مبيع بو تجزين ولا حاجة عندي دروس لما بقى موتي بقى بياه طب وعنده الدروس الولاد دي هنعم فيها إيه لا مش مش خلا الوقت مش مهم حتى ما قوله كده يقولي أنت ملكيك يعني مكورش فيه حتى لما اشتكي يقولي لي معلش طيب كلميني عن الحب أقولك إيه قولي لي إن لأ مليش ما فيش أي مشار من هدو وهو نفسه ما فيش كلمتين حلوين مثلا يا حبيبة قلبي وربنا خليك إلي يا أمر ما فيش أي حاجة مندي خلص خلص ما فيش مثلا فستانك حلو شيك النهاردة الماكياج بتاعك حلو لا ممكن بس يترى لو أنا حلو ولا نزل حاجة يقولي ما فين ماما يا أولاد أتحك لا كده يعني بس مشاعر وحب يبقى أنت ركنة نفسك وما بتتزوئيش غير في الخروج ممكن مش كده والله بالعكس أنا بحب أيوة كل الأمهات كده في بيوتها تلاقيها مبهدلة في نفسها عبدا يعني تلاقي برضو إيه لبسة لبسة ده بتاع الطبيخ أنت فاهماني؟ وشكلك عامل كده ليه ما أنا بنظف يعني أنا هعمل إيه؟ ما حد يجي يشيل معاي وبرضو كل الستاتب بتعمل كده من أيام أمهاتنا يعني براكسون والله أنا بحب بحلو في بيت يعني ما تقوليش إنك بتنظفي البيت مثلا ومتي لبسة جزمة بكعب كريت لأ بقى مش كده بتوصلش لكده يعني والله يصم وفي حاجات كتير بس بفاشل أقولها الهواء آه يعني بس يعني لازم تهتمي بنفسك شوي مهتمية والله الحمد لله يعني أنا مهتمية بحب أنا أهنا بحب الاهتمام يعني أحب بقى حلوة أنا غير أمر بحب بقى حلوة وأنا بنت لحد دلوقتي وأنا ما تدي نفس سنة مع أولادي أنا لحد دلوقتي حسبوني أولادي دول أخواتي ما يحسبوش إن أنا متجول طيب العلاقة الحميمية الزوجية ما بينكم لا ما فيش خالص؟ لا 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 أنا لا مش بقالت كتير كده؟ بقالي فترين طيب ما يمكن ما يمكن موضوع دا مدايقه جدا طيب ما انتي مدايقة ليه؟ ما عشنا مدايقني ما هتدايقني هدايقك ما احنا على فكرة بنقعد نعند على بعض طيب بنوصل لمرحلة في النهاية بتبقى الحياة ما بيننا مستحيلة أخير طبعا طيب بلاش نعند على بعض يعني نحاول نقرب المسافات أنا عصبية وهو هادي أنا بعوز الحاجة تتامل لا هو ممكن تقعد شهر واتنين لسا ما تعملتش أنا ما بعرفش هسكت أنا طبعي يعني أنا ما بعرفش هسكت فتبتدي تزني على الحاجة أنا собирت طلبها مرة واتنين وبعد كده ما طلبهاش تاني ما أعدهاش تاني أعمله أنا هو طالما شايف أن تطلبيها مرة واتنين وانتي اللي بتعمليها خلاص بتعود أن أنا أعمله آه خلاص وبعد كده أنتي أفلى باب بيقرب أي زوج من زوجته بيقرب أي زوجة من زوجها الباب ده اللي هو باب العلاقة الحميمية ده شيء ربنا سبحانه وتعالى مش هنرعه فيعني حاجة ربنا مديهنة عشان تقربنا من بعض حاولي ما تقفليش الباب ده حاولي ترجعي الباب ده بالتدريج تاني هتلاقي الأمور اختلفت خالص إنما طول ما انت عنده معاف ده هتلاقيه عند معاك في أي حاجة عند معاف كل حاجة أيوة لأنه هو راجل برضو وعنده احتياجات وعايز يعيش وعايز يستمتع وكل حاجة ومراته قفل عليه ماهو ده كلامي يوجع برضو لما تستي تقول له جوز هروح تجوز معناها ايه؟ معناها انه ملوش قيمة أبدا باباهم جميل باباهم انت باباهم آه بس انت راجل يعني انت بالنسبة لأنا مش الراجل انت بوهم عارفة بالضبط زي اللي يقوله ايه لما واحد يقول له واحد مثلا المدام دي يقول له آه أم العيال هو بالنسبة له دي أم العيال بس مفيش يعني مش مراتي آه مش آه دي المدام بتاعتي دي الست بتاعتي لا دي أم العيال يعني خلاص دي فانت حطتيه في مربع كده لازم تخرجيه منه ازاي بقى؟ قرابي منه قرابي منه ارجعوا تاني لحياتكو حرام على فكرة انتو صغيرين حرام حياتكو تنتهي بدري كده انتو فقدين شيء حلو جدا في حياتكو انا الفرق بينه وبينه كبير شوية في سنة عمرنا ما اتفنى مع بعض وعمرنا يعني ما عدنا اصباب مش مرتخلقين طيب ما تفكري تقولي عكس اللي انت عايزها وتشوفي هو هيعمل ايه مش كده؟ مش عارفة مش عارفة يعني مثلا انت عايزة تبيع البتغازات دي اديك مثل يعني عايزة تبيع البتغازات دي او تخلصي منها توديها المغزن ام اوكي؟ قولي عكسها قولي لا طب ما نخليهم هنا نحطهم في قضة الولاد ومش عارفين لا 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 انا هاديهم مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن لو بوتك قزات لسخنات لخلاطات لأ اي حاجة من على النت لو يروح يشتريها من المحلات اقوله يا ابني وانتش بنتي مالك ما يمكن بيجهز بناته هو هو هوية بصي انا عرف ناس كتيرة جدا غاوية شرة بس مش بالامانة يعني مش بوتجازات وسخنات وخلطات وتركنهم انا عندي تسعة سخنات انا انا بناتهم مرة انا مش حطهم كلهم بس انا عايزة اقولك حاجة بالامانة يعني انت اللي عندك دلوقتي دي صروة والله العظيم ما بهزر ايوة الخلاطات الخلاط عشان تسدين الخلاط معدي لخمسين الف جنيه بيجيب خلاطات بقشين الف و بعشر تلاف جنيه مش هييلها خلاطات حمامات ومطابق طيب ليه يا جدا البوتجازات كده الحاجات دي على فكرة في حاجات الموضة بتاعتها بتنتهي اكيد طبعا انا قلت جدا اه بس في حاجات ماركات معينة برندات هيلاقي فلوسها فيها يعني الحاجة اللي اشتراها بتسعة تلاف جنيه هتبقى بعشر الف كل الحاجات اللي عندنا ماركات وماركات كويسة جدا وحاجات غالية جدا يبقى الراجل ده الراجل ده عند وجهة نظر حاجاتك مش فهمها اللي هي هو بيحوش بس مش في البنك بيحوش في سلع تمانها بيزيد وبالاخص مع فرق نطة فرق الدولار دي هتلاقي الحاجات اللي عندكو دي تمانها بقى ثلاث اضعاف قيمتها فانتو عندكو دلوقتي صروة ممكن تبيعوها وتعملوا بيها مشروع تجاري كبير يعني انت بتقولي تسعة سخنات تسعة سخنات دور برقم واحدهم او الله وكلهم يعني حاجات مش هالله يعني ولا انا عندي شوية شوية جايبها من انت بتسعة واربين الف جنيه مهو يعني حاجات غالية بصراحة انا مستخصرها يعني ممكن واحد اتنين لا كتير كتير حاجات كتيرة 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 انت تعادي معا بقى كده وتقولي له احنا نعمل حساب على الانترنت ونبتدي نصور الحاجات دي ونرفحها على الانترنت ونباحها كلها وتشتري حاجات تاني من اول وجديد وانتاجر فيهم ونلاقي الفلوس بدأت تلف في ادينا والدنيا تبقى حلوة وسبني انا هعملك الموضوع ده وانت بيع ويقبض انا مش ااخد فلوس في ايدي بس انت بيع ويقبض بس ايه زي ما اشترينا من عن نت هنبيحهم عن نت بصي انت مشكلتك من اعجب المشاكل اللي مرت علي يعني ولكن انت محتاجة تقربي من جوزك ما تبقاش الحياة ما بينكو صراع وتحدي لان حالة الصراع والتحدي دي دي بتدمر حياة ناس كتير جدا لما بنكسر احنا الحواجز دي وبنقرب من بعض امور كتير جدا بنبقى شايفينها مستحيلة بنلاقيها بقت يعني سهلة وبتتحل وبتمشي والحياة كلها بتمشي